طيب كيف تنظروا مسألة الكلاب الضالة وشكاوي الناس من أضرارها؟ حقيقة مشكلة الكلاب الضالة هذه مشكلة في كل الدول تقريباً يعني ما في دولة ما هي موجودة وهذه بعد حتسهل علينا الموضوع في التعامل معها من ناحية وحتصعب علينا رؤيتها من الداخل الكويت زي ما تفضلتين أنت كانت عندها المشكلة دي وبدت في حلها المشكلة هذه طبعاً مدام أنها تمس الإنسان بشكله وبآخر فهي مشكلة لابد للتفات لها يعني هذه قضية خطيرة ما فيها تهاون ولكن حسب طرق صحيحة مناسبة ملائمة لتعاليمنا الإسلامية من ناحية وكذلك لقوانين الدولية في الرفق بالحيوان طيب حمزة ما هي أفضل الطرق لمواجهة هذه المشكلة برأيك؟ الحقيقة نحن المفروض لا نحتار كثير في الطرق لأنه زي ما قلت هذه مشكلة دولية وعالمية ففي تجارب عند مثلاً أستراليا مثلاً في أوروبا موجودة هذه وفي لهم تجارب الغالب كان ضبطها حصرها إخصائها وتعقيمها ثم إطلاق صراحة طبعاً إذا فيه جهات عندنا تقدر تعمل لها مأوى للاحتواء لأن لها عمر معين بإمكانهم يحعملوا دراسة مثلاً 15 سنة 10 سنوات وخلال هذه الفترة من إيواءها حيكون فيه تحكم كبير في الأعداد طبعاً نحن ما حنقدر نخلي الموضوع مفتوح لأنه لكل تدخل بشري في الحياة الفطرية والحياة البيئية حيكون له نتائج سلبية سواء أضفنا حيوانات جديدة في البيئة أو أزلنا حيوانات موجودة حالياً كلها لها آثار فلا بدنا تدرس دراسة مناسبة من قبل جهاز المختصة طب حمزي البعض يرى أن الطرق الإنسانية في التعامل مع هكذا كلاب ظالة مكلفة اقتصادية يراها من جانب اقتصادي وأنه ما في أي داعي لأنك تتخلص منها كيف ترد؟ والله أخي علي فيه في ذبحنا للذبائح التي نأكلها التعليم الإسلامية وضحت أنه لا بد يكون إحسان الذبحة حد السكين مراعاتها ما تشوف وهذه الأشياء إحنا بناكلها فبالتالي التعامل مع الحيوانات الضالة اللي إحنا أصلاً اعتدين على كثير من أماكنها سواء بالاحتطاب بالتصحر الموجود بالتلوث يعني هذه الأخطاءنا إحنا كبشر فلا بدنا نتحمل النتيجة في دفع التكاليف الباهضة في معاملة التعامل الإنساني مناسب لحقوق الحيوان أما أن الروح مثلاً يتجه للأسلوب اللي فيه تعذيب اللي هو التسميم اللي هو أبسط وسيلة للقضاء على هذه الحيوانات هذا يعني منافي كثير لسواء التعليم أو القوانين فمو من حقنا إحنا كبشر نعتدي على ماكنها ونقلص مساحات تواجدها اللي كانت بتعيش فيها بشكل طبيعي ونجي إحنا نقول عشان التكاليف هذه بنروح نسممها أو نعملها صعب كهربائي أو نقتلها بمثلاً إطلاق رصاص أو أي وسيلة سيئة طيب حمزة تحدثنا عن الأشياء المفروضة نحن ما نعملها ولكن ماذا عن دورنا نحن لو واجهنا كلب ضال في الشارع هل في رقم تليفون معين نقدر نتصل فيه لبلغ عن وجود هذه الكلاب الضالة أو أبليكيشن أو هل أنت شايف في ضرورة لهذا الموضوع أساساً؟ والله أنت ذكرت نقطة مهمة جداً يفترض أن يكون فيه رقم طبعاً ما فيه رقم خاص بالكلاب الضالة لكن فيه رقم عام لبلاغات عامة وبعدين الواحد يدخل فيه إشكالها فهذه من المطالبات المهمة رقم خاص بس قبل الرقم أول شيء إشي الآلية اللي بيتتبعوها الآن فيه مخاوف كثير للتوجه الوحشي في التعاون مع هذه الكلاب الضالة نبغى نحمي الناس ونبغى نحمي كمان الحيوانات هذه لأننا إحنا مسؤولين عنها بشكل أو بآخر نقدر نوفر الرقم لكن إذا توصلنا مع الرقم كيف حيتعاملوا كثير من الناس متردد يقول ما يبغى يكون في دمة وشي لما يبلغ الجهات المسؤولة وبعدين يروح يسمموها وتل الساعات وهي تعاني وتتباهها وعلى فكرة السم اللي حياكله معلش أنا غيرت يعني استطردنا في الحديث لكن مهم جداً السم اللي حياكله الكلب ويموت فيه حيموت معه قط وحيموت معه قطط مجموعة قطط حيموت معه طيور حتاكم من هذه الجيفة حيموت معه أشياء يعني حيوانات أخرى تتضرر في بيئتها طب إذا فيه أليك ويسا تقصد إلى أنه هذا يخل بالحياة البيئية المتكاملة بشكل عام بالتوازن نعم بالتوازن وكمان الاعتداء حيمتد لحيوانات أخرى واضح نشكر طبعاً ضيفنا من جدة ناشط في مجال حقوق الحيوان حمزة الغاندي شكراً لك اشتركوا في القناة